هل يستحيل على الرب أي شيء؟ أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان هذا السؤال طبعاً في العهد القديم كان في فترة صعبة جداً على إبراهيم وصارة كان بينتظروا ابن الموعد إسحاق وطبعاً وصلوا لوضع في عمر متأخر جداً حاولت صارة أن تحل المشكلة أنه أعطت هاجر الجارية المصرية لإبراهيم ولكن ما كانش هذا الحل فكان السؤال هل يستحيل على الرب شيء؟ وطبعاً أجا ابن الموعد أجا إسحاق كان عمره إبراهيم 100 سنة وكان صارة عمرها 90 سنة هذا بيعطي الرجاء والأمل لأي شخص بمر في ظروف صعبة أهلاً أحبائنا مشاهدينا إحنا في بداية هذا العام كثير من الناس عبرت السنة اللي مضت وهي السنة عم نوجهها سواء بحلوتها أو بمرارها ولكن كثير من الناس في بداية الأسبوع تصاب بالخذلان بالإحباط بالفشل والبعض يصاب أيضاً بالكآبي سؤال وين الرب؟ أنا بصلي أنا عندي طلب عندي أمنية عم بحاول يعني إلي فترة طويلة هل فعلاً الرب بيسمع؟ هل فعلاً الله بيستجيب؟ وهي كمان سنة عبرت من حياتنا خلي بالك أن توقيت الرب هو غير توقيتنا وأن الله يريد الأفضل لحياتنا وأنه مكتوب ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله وأنه الله صالح ولابد أن يتم مشيئته وإرادته الصالحة في كل وقت فالسؤال ما هو المستحيل أمامك؟ وما هو الجبل الحاجز اللي عم بيمنع استجابة الصلاة؟ أنا بعتقد في بداية السن إحنا محتاجين نطلب أولاً أنا أنا أتغير حتى أستطيع أن أرى الأمور بعين بتختلف أنا أحتاج أن أكتسب عدات جديدة وأنا أحتاج أن أتعلم الثقة بالرب تكون إرادتي خاضعة أتمتع بالسلام العجيب والفرح الذي لا ينطق به ومجيد واعتمد وأثق بالكامل على الرب وأنه الله كل ما يصنعه في حياتي هو للخير وخلينا دائماً نتأكد أنه معاملات الله وطرق الله ليست طرقنا وأنه الله بحقق الأمور المستحيلة يعني حتى لو وصلنا لأوضاع يعني وصلنا فيها لليأس الكامل الله بطلعنا حتى من هذه الأوضاع تعرفوا لما المسيح تكلم عن موضوع الخلاص أنه أيسر من دخول جمل في ثقب إبرة من أن يدخل غني إلى ملكوت الله احتاروا التلاميذ وتفاجأوا فمن يعني إذن من يستطيع أن يخلص ولكن كان جواب المسيح الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله فإحنا يمكن وصلنا إلى حالة خلاص نقطة السفر من هاي النقطة الله بيبتدي يعمل لما تصل إلى يعني حيط أو سد شيء خلاص مش عم تصل لأي مكان عشان ترفع عينيك لفوق وتشوف الرب واحد من الآيات اللي بحبها كتير كلام الملاك للمطوبة مريان قال لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله يعني هل يستحيل على الرب شيء؟ الرب أعطى إصحاب هل يستحيل عليه شيء؟ لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله الرب أعطى زكريا العجوز وزوجة ألصبات العاقر واحد من أعظم شخصيات الكتاب المقدس بعد المسيح اللي هو يحنى المعمدان لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الرب ولكن بحب أكتر كلام المطوبة مريان قالت هو ذا أنا آمة الرب ليكن لي كقولقة عارف لما هذا الذهن بيتشكل وإرادتنا بتتشكل في إرادة الله عندها نستطيع أن نطلب حسب إرادة الله لمجد الله نطلب الأمور بالإيمان فيكون لنا فالسؤال هل يستحيل على الرب شيء؟ واحدة من الأشياء اللي الرب تعجب منها في العهد القديم أنه الشعب شاف كل الآيات العجيبة والعظيمة وشافوا البحر عم بيتشأ وشافوا معونة الله في الصحراء في البرية ولكن لاحظ كلام الرب قال لموسى حتى متى يهينني هذا الشعب وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم فالله يتعامل عن طريق الإيمان فالإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى بدون إيمان لا يمكن إرضاءهم يعني اللي عاوز يطلب شيء فليطلب بإيمان يطلب بإيمان فسيعطى له يقول في رسالة يعقوب فإذن أحبائي خلينا نطلب بإيمان مكتوب ومهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنلوه فيكون لكم فالسؤال إيه المستحيل وإيه الجبل اللي أمامك واللي خلاك تكون حزين إنك مش معاً بتشوف استجابات الصلاة هل فحصت نفسك أولاً؟ صليها ببساطة قوله يا رب زيد إيماني يا رب أعن ضعف إيماني إيمان مثل حبة تأخردل تقول لهذا الجبل انتقل فينتقل وصلاة الإيمان تشفي المريض فإذن الإيمان له عمل وله معجزات أيضاً إيه المستحيل؟ أكيد يمكن بتصلي من أجل طفل بتصلي من أجل تسديد الإحتياجات بتصلي إنه الاضطهاد يخف عنك بتصلي إنه الأمور تتغير تتغير في حياتك يمكن عايش في ظلم عايشة مظلومة عم بتمر في ظروف قاسية قاهرة صعبة جداً وخلاص يعني حاسس إنك أنت في المستنقع وأنت في وحل يعني مش عم تقدر تتحرك انظر إلى فوق اتطلع التفتوا إلي مجرد لفته بالإيمان من قلب مليان بيصرخ من جوه اتأكد إنه الرب رح يعطيك في هذا اليوم خلي يكون عندنا ثقة في الرب ثقة في الرب من كل ناحية هو إله أمين خلينا نثق في وعود الرب وعوده أمينة صادقة خلينا نثق في محبة الرب حتى لو مش شايفين خلينا نثق أحبائي في أمانة الرب خلينا نثق إنه الرب صالح الرب صالح في كل الظروف في كل الأمور ولكن قل له يا رب غيرني شكلني حتى أشوف من خلال عينيك وأشعر من خلال قلبك يا رب هاي السنة أنا بصلي من أجل كل عائلة بتمر في ظروف مستحيلة ظروف مستعصات إنك تصنع هذه المعجزة في هذا اليوم بصلي يا رب إنك تشفي الأمراض تسدد الإحتياجات تحول اللعنة إلى بركة بصلي يا رب إنك تغمر كل أسرة بحضورك وبصلي يا رب إنه هاي السنة تكون سنة تعويض سنة استرداد المسلوب سنة فيها سماء مفتوحة وسنة استجابات الصلاة تكون من نصيبك بصلي إنه رب إباركك ترجمة نانسي قنقر